اهلا بكم في فيديو جديد. الحياة البيضة مهمة جدا وهنتكلم فيه عن افضل الموجودة في الايفون لسنة الفين وتسعة عشر. لو عايز تعرف ايه اكتر مميزات مهمة في الايفون لسنة الفين وتسعة عشر اتاكد انك بتابع الفيديو الاخر. ومتنساش تعمل لايك وسبسكرايب. طيب خلانا نتكلم عن اهم الفيتشارز الموجودة لسنة الفين وتسعة عشر في الايفون ونبتتيها بحاجة اسمها او الواقع المعزز. وبدو نتخله في تفاصيل كتير لو انت ما تعرفش الموضوع دهات هي ببساطة بتخليك تشوف اي حيوان اه بحجمه الطبيعي في المكان اللي انت قاعد فيه وتقدر كمان تتصور معي. بس اهم حاجة يكون وعشان تعرف ازا كان وده لأ كل اللي انت بتعمل له انت بتجرب ديت. لو شغالها معاك بقى مش شغالها معاك بقى ما بيسابورتش الفيتشار دي ببساطة عشان تشتغل انت محتاج تكون عندك اه ابليكيشن كروم وبتفتح الابليكيشن وبتسيرش باسم الحيوان اللي انت عايز تشوفه بشكل اه سري دي. فبيزهر قدامك وممكن بقى تتفاعل معي تكبر حجمه وتصور حجمه او حتى تتصور معي. طيب الفيتشار اللي بعد كده في ابليكيشن الواتساب في ناس كتير تعرفها وفي ناس ما تعرفاش. فهقولها وهي مميزة جدا الحقيقة لو انت حبيت تبعط نوت لاي حد اه في الواتساب او رسالة صوتية كل اللي انت بتعمله اللي انت بتفضل دايس على الايكون اللي موجودة ديت وبتسجل الرسالة بتاعتك. الفيتشار ديت بقى بتخليك اه من غير ما تدوس انت بتسحب صباعك لفوق على علامة القفل اللي فوق ديت وهو وبتسيب الشاشة وهو بيسجل كل اللي انت بتقول. ولو عايز تكانسل اللي انت سجلته ده بتلاقي علامة في النص بتدوس عليها. والحاجة كمان اللي انت ممكن تعملها لو انت بتسجل وحسيت ان انت مش عايز تبعطها بتحرك صباعك نحية الشمال وهو بيمسح اللي انت المفروض تبعطها. الفيتشار بعد كده مميزة جدا هو توفر عليك وقت طويل. لو انت عايز تحرك معين من مكانه كل اللي انت بتعمله ان انت بتفضل داس على ده وبتحركه. فبيتحرك معك زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز تحرك اكتر من بتعمل نفس اللي انت عملته ده بس وانت ماسك بتبتدي تدوس بيدك التانية وبزباعك التانية على اللي انت عايز تحركها معي. وتقدر تتنقل بكل الحاجات دي في المكان اللي انت عايزه وتقدر تعمل بهم وتقدر تسيبهم لو انت غيرت رأيك وهيرجعوا في نفس المكان بنفس الترتيب اللي كانوا عليه. طيب اللي بعد كده ناس كتير متعرفهاش وهي في الكالكوليتور. لو انت كتبت ارقام كتير وعايز تمسح رقم واحد من الارقام دي. بتيجي بسبوعك وتحرك على الارقام اللي انت كتبتها دي كلها نحية اليمين. زي ما احنا شايفين كده مسح رقم ولو عايز امسح رقمين ولو عايز امسح كل الارقام بابتدى حرك بالطريقة دي. طيب بعد كده هو قبل منزله اسمه دوت بيقدر يقس لك اي حاجة انت عايز تقسها بشكل تقريبي بس بنسبة تسعين في المية او خمسة تسعين في المية الاياسات بتاعه دقيقة جدا. كل اللي انت بتعمله اللي انت بتفتح وبتبتدي اللي انت عايز تقسه. زي ما احنا شايفين هو بدأ يعلم اه هو فيه دوت وهو بيفهم لحد ما ايه الحاجات اللي انت ممكن تقسها. كل اللي انت بتعمله لو انت مش عايز العلامات اللي هو مدهلك ديت. بتدوس على علامة الزيق دي اللي تحت. وتبتدي تحرك. وزي ما احنا شايفين هو ظاهر المقاس بالزبط قدامنا واحد وعشرين صنع. بالفيتشرة البعض دي كده مميازة جدا وانت تقدر تاخد وبعد ما تاخد ديت بتفتح وتدور عليها وتبعتها للشخص اللي انت عايز تبعته او ترفعه على على سوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر. الفكرة هنا ان انت ممكن تعمل الخطوة ديت بخطوة واحدة عن طريق اللي انت تاخد وتدوس عليها ضغطة مطوالة. فبيزهر لك كل ديت. لو انت عايز تبعتها اي مسيج تختار اللي انت عايز تبعتها له. لو انت عايز تبعتها او واتساب او ماسينجر انت عايز تعمل ايه? الموضوع ده بيحصل بشكل اسرع عن ما انت تعمل تاخد وتفتح الجالري وبعد كده تعمل لها وتبعتها. المميزات اللي بعد كده او الفيتشرز اللي بعد كده حوالي تلاتة او اربع بيخصوا براوزر سافيري. اللي ما اعرفش براوزر سافيري هو البراوزر اللي تحت ده على اليمين. آآ وهو اوفيش اللي من قبل بتلاقيه من ساتب على الايفون بتاعك. اول ميزة لو انت فتحت كزا صفحة زي ما احنا شايفين كده عايزين نفتح كزا وحبيت ترجع للصفحة رقم تلاتة بدلا ما تروح على السهم اللي تحت على الشمال دوت وتفضل تدوس عليه كزا مرة. لأ انت بتيجي على السهم دوت وتفضل دايس عليه ضغطة متولة. فهو بيجيب لك كل اللينكات اللي انت فتحتها وتقدر تروح للينك دوت بشكل اسرع عن ما انت تفضل تدوس على زرار طيب البعض كده وهي برضو جوا براوزر سافيري لو انت فتح كزا ويب سايت وعايز توصل لويب سايت معين. يعني احنا لو دسنا هنا كده على الايكون اللي تحتها اليمين ديت. دي كلها حاجات انا فتحها. بس انا عايز اعرف ام عايز اوصل للويب سايت بتاع بس. فكل اللي انا بيعمله من انا بسحب الحاجات دي التحت واجي فوق في fenceoch tabligt. اكتب بي بي سي. فبيزهرلي كل اللي انا فتحها لها علاقة بالبي بي سي بس. الحاجة اللي بعد كدا اللي انا عايز اقفل الويب سايت ديت او المواقع اللي انا فتحها ممكن ادوس هنا وابتدي احرك المواقع ديت وقفلها وادوسها على اللي فوق بس في حاجة اسرع من كده. ان انا اجي نحية اليمين تحت آآ وافضل دايس. هلاقي كل المواقع مرة واحدة. وفي كمان مهمة جدا وهي وبساطة بتفتح لك من سفاري كل اللي انت بتكتبه فيها ما بيتسجلش في بتاعك. يعني اي حاجة انا هكتبها هنا دلوقتي مش هتلاقيها موجودة في بعد كده. طيب الحاجة اللي بعد كده مهمة جدا برضو وانت لو عايز تعرف مدة الضمان بتاعك بقى على قد دي. طبعا الكلام ده لو موبايل لك لسه جديد. كل اللي انت بتعمل له ان انت بتفتح وبتروح على وبتروح على بتلاقي حاجة اسمها او فترة الضمان بتاعك تقدر تعرف الموبايل بتاعك دوت او الايباد بقيله قد ايه ويطلع برة الضمان. وده قد بيفيدك جدا لو انت حبيت تشتري موبايل جديد فمن خلال دات او من خلال تقدر تعرف الموبايل دوت اه صاحبه اشتراء امتى? وتقدر تعرف فترة الضمانة هتخلص امتى? طيب الفيتشير زرعة دي كده في النوت او في بشكل عام. اه لو انت حبيت تحرك لو انت كتبت دلوقتي. وحبيت تحرك الكيرسر دوت على حرفه معي ان انت كتبتو غلط. الموضوع ده كان بيحصل زمان بس دلوقتي اه قبل غيرت سري دي تاتش ومن اول الايفون والاليفون برو والاليفون برو ماكس مفيش اه سري دي تاتش وكمان في الايفون اكس ار مفيش سري دي تاتش. كل اللي انت بتعمله اللي انت بتيجي على وتفضل دايس عليها. وتبتدي تحرك الكيرسر في المكان اللي انت عايز تمسح منه الحرف. حاجة كمان مهمة لو انت عايز تكتب اه عملات معينة اه سواء دولار او جنيه او ريال سعودي او حتى عايز اه تكتب اه درجة اه كل اللي انت بتعمله بتيجي عند واحد اتنين تلاتة دوات اللي في الكبورد وتدوس عليه. وتيجي عند رقم سفر تفضل دايس عليه. بيجيب لك الدرجة المئوية لو انت حبيت تكتبها. لو انت عايز تكتب عملات. نفس الكسة بتيجي. وتفضل دايس على دولار ساين. فبيجي لك بقى ريال. وبيجي لك اغلق العملات اللي انت ممكن تستخدمها. بس كده لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك. لو عايز شوف فيديوهات اكتر ما تنساش تعمل سبسكرايب. اه لو عندك اي سؤال اكتبوه في كومنت وانا عليك وهسيب لك كمان اكونت تويتر في لو حبيت تسألني هناك على اي حاجة هرد عليك.